هنا في محافظة بابل يعاني سائقو سيارات والمركبات الثقيلة من سوء حالة الطرق الخارجية والداخلية التخسفات والاهتراءات أصبحت مشهدا يوميا والمواطنون هنا يعبرون عن استيائهم من الحالة المزرقة للبنى التحتية هذه التخسفات ترى صراحة دمرتنا دمار دمرتنا دمر هانا من ضمن الناس عدي سيارة تروض تشاوض ولله مرات ما أسيطر عليها شوف هاي شوف هاي شوف هاي شوف هذا هذا شارع دولي هاي شوف هذا شاي دولي هاي شوف هايurar منigma هاي شوف هاي هذا الوساقة شوف هذا السياج هذا السياج تكلت لك ولله عب عليهم ولعب هذه الأمي أنت لديكم حوادث وأنه أبو محمد لديكم حوادث هذا شوف هاي هذه الأمي طريقة تموج كلام قوي يعني سبب الحمولة الزائدة أصحاب الترايلات يعني مثل الحمل مالته خنقول 60 طن هو شيشيل 100 طن 80 طن فهذا يسبب حمولة زائدة يسبب بنخساف الشارع تموج بالشارع العالم تمشي وتلاقي صعوبات بهذا الطريق وحوادث مستمرة يوميا يعني بطريق حلاكيش يعني يوميا بالضبط 4-5 سيارات بين الليل والنهار تروح ضحايا وأبرياء ناس هم من جميع المحافظات ومنها من الحلة مسؤولو المحافظة أشاروا إلى إن محطات قياس الأوزانة والتي من المؤمل إنجازها على الطرق الخارجية ستسهم بشكل كبير في تحديد ومراقبة الحمولات الكبيرة في الوقت ذاته ألقوا باللائمة على المركبات الثقيلة والتي تخالف الحمولات المحددة مما يزيد من تدهور حالة الطرق الداخلية والخارجية طرق نجد تأثر بصراحة لأن الرقابة مو ضعيفة بس صعبة إن مديرية المرور أو الطرق تتابع القلابات طابع الأحمال هذا الموضوع يطلب هاي محطات الوزين نحن إن شاء الله خلال يعني بعد الزيارة سنقول بعد الزيارة أنا متأكد راح نشغل محطة واثنين أو ثلاثة هذين المحطات بصراحة من راح يشتغل راح تنقلنا نقلة نوعية نقلة نوعية بحماية وصيانة الطرق وإلى ذلك الحين يبقى السائقون والمواطنون يعانون من تخسفات الطرق وحوادثها المرورية المتكررة وبانتظار تدخل حكومي فعال يحل هذه المشكلة ويعيد الأمان إلى الطرق الداخلية والخارجية من محافظة باب المعتزل عبودي زاكروس تيفي